الانتدابات لا لا الانتدابات قام بها للمدير الرياضي لوقتها موجود خاطت سوفيال الحيدوسي كان نضيفنا هنا وقال انه ما هوش مسؤولة على حتى انتداب بخلاف اسامة درجة بقى انا نحب نسلك سواء اذا الرئيس هو الانتداب فاش قام يجيب في مدير الرياض وحاودها حتى في حنبا على هارتلاف هو حر انا حكيت مع الرئيس وانا وانا نعرف اللي الانتدابات قام بهم هو بقى ويجي نقول لك لانهم فشلوا الانتدابات فعادي جدا يقول انا ما اذا كان الرئيس قام بالانتدابات لماذا ما عندها انتداب مدير الرياضي شنوه دوره في صادق على الانتدابات حتى المدرب قام اجيبوش هو المدرب يمكن يمكن المدرب وقاع مع عندها نصح به من خارج لانه كانت تذكر وقتها نادي الافريقي جاء قعد تحت ضغط الوقت ثم المدرب الاسباني بعد ما جال تونس اتصلوا به وطلبوا ونصحوه بعدم التعاقد مع نادي الافريقي قالوا هذي لا صحيحة نصحوه بعدم التعاقد ثم ثم مدرب ثاني رفض عمار سوايح بالضبط صيد عمار سوايح رفض كان كنا تحت ضغط الوقت وقع عن تداب المدربة ذايا خارج تونس مع انت حتى العاقد عش ما خلاش كذب عب السلام اليونتي عب السلام هذي كان الحاجات اللي انا ننقدوا فيهم وكنت ننتقدوا هو الصمت متاعه هذي اللي خلي مع انتها الباب مفتوح لتأويلات عديدة نرجع الامور المالية ملف سايدو خلاص تواصل الدين والخطايا المالية ليه امور واضحة بش ما تصيرش نفس الغلطة متاعقبل ولا لا لا الامور واضحة هو بالنسبة خلنا نعطيكم بالتفصيل بالنسبة الملف كوليبالي هما مبعاظهم لانو صار فيهم معنتها تقسيط اتفاق على جدولة على دو تروا ترانش بالنسبة الكوليبالي تم اغلاق الملف بصورة نهائية تسكر بالنسبة لساليفو ما زالتون ترازيام ترانش تخلص معنتها شهر اخر دونك اللي هي شوية مش بارشا فانتا ولينا نحكيو شوية كي تبدأ خمسة مئة وستمائة مليون ولينا نحكيو شوية اذوم الملفات تريغلو معنتها البارح منظمين وما فهم حتى شكال معنتها دقاع دفع للترانش ومورهم نظمين ووصلت الفلوس وما فهم حتى شكال عنا جمع القدام ملف العلماء اللي هو يعطينا الليمات الجايين شنو فهم جمعة اخرى ثم ملف العلماء ومن بعد ثم هودنا صغيرا قدش في ملف العلماء ملف العلماء زوز مليارات 430 ألف أورو وحسبهم انتي في ثلاثة فاصل خمسة وزيد للإزان تريدو روتار ثم زوز مليارات توينس معتا جمعة جاي ترانش بتكون مليار يلزم إذا فغايفق رئيس العلماء لانو نحنا وصلنا الفاس فينال بمزية معنتها بمزية هو بانو عد ان شاء الله معنتها لانو تغشش هو معنتها الفترة الاخرانية كان صار اتفاق لكن كيتوحنا تحتك الضغط متاع وغروزني وسيولة ما ثماش فبتبيع انك تسبق الملف اللي انتي عندك فيه معنتها ضغط العقوبة فتغخذا في خاطره شوية لانو هو في الفترة ذيك عنده الملعبية مقرفين ومعندوش فلوس وواحد لكن معنتها اذا قبل باش ننقصته اذا ما قبلش ما سنكون مجبارين على دفع كامل المبلغ جاهز بحاول الله جاهز بحاول الله بحاول الله جاهز منين جيبوا فلوس اه سيد عب سلام اليونسي بدرجة ولا سيد حمادي بوصبيع زادة بدرجة ولا وفو مجدي الخليفة اذو ما ثلاث هالي قاعدين يدفعوا اكا هو وثم الفلوس اللي دخلت معنتها النادي الافريقي ليماش برشة فلوس تعرفوها متاع الكوب دي مواند بتاع السمو اه اه ابوكو دخلوه فلوس اذا متاع اوبوكو وكشوك وكل دخلوه مهمش برشة مهمش برشة معتها دخلوه مبلغ معتها اياما السيوخ دي تغانش اه اوكي مهمش مش كامل فهمت معنى دوزيام ترانش دخلت دونك اه شو مش يخلص فهمت فلوس الواحدة دخلوا خلصوا بهم ملافات متاع ناطر وجماعة في بالكم بالموضوع الجامعة تعهدت مش تخلص من فلوس للكوب دي مون دونك اه ما ثم ماش ابرصامة ثم ماش كون قاعد يدعم في النادي الافريقي بعض العلمة شنو افهم شنو يستنى فالفين جديد هاني قلت لك بعض العلمة طوي بش يجيك ترانش الثانية الاخرانية انتع ساليفو ومبعد عندك الملفات هذو مش ضد متاع توزقار وعندك اه والله اعلم شنو بش يجيك ثم شهر راح تنفسه فيها ثم شهر شو ينفس مش نفس راونت رقيمة بش تجري بش تلم اخذيته القرض انت خمسة مليارات ولا لي 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 مش تيحكيته القرض والله يجي نقول لك القرض ناس تحكي معنتها والاصوات وتعالت وكذا وكيفاش بنك عمومي يعطي الجمعية تيهو ساحة من ناحية القانونية غير ممكن لانه تطرح في فترة انه صيد حمادي بو صبيع بش ياخذ قرض بصيفته الشخصية باسمه الخاص ويدعم به النادي الافريقي فصار خلط في ذهن الجماهير يسخيبه النادي الافريقي هي خاصة تقرض بالبنك اذي وصار لغة ناس ولا تحب تشكي بالبنك وذي الكله معنتها في اطار سعي الى ضرب النادي الافريقي معنتها سمعوا تقول قايل معنتها النادي الافريقي ثروة وطنية معنتها هو معنتها فريق منتع تونس ما هوش فريق جاي من بره فاستغربت انا على وسائل التواصل الاجتماعي معنتها اصوات تدعو الى تقديم شكايات ضد البنك وضد النادي الافريقي ومن مجرد اشاعة فهمت وهذا امر غريب بي قبل من نواصل نذكر مستمعين امتع نعجموا اه يصوتوا عربها جمتع نكس بخصة فهم سبور هل اقنعك كلام انها تقرأت من باسم الكلوب ولا لا بي شاء الله يقنع ان شاء الله توبعت وبعد في الاخر نعطيك النتيجة سي كمال بي القضية اللي ضد سليم الرياحي قاعدين تتبعوا فيها القضية ضد سليم الرياحي ما اخذها بتعرف كل القضية رو في الى باش الناس تفهم رو ما ثماش قضاء جزائي يتفصل في شهر وشهرين رو بطبيعته القضاء الجزائي في تونس قضاء معنتها بطيء الله غالب الاجراءات هذية هي فلق في اي قضية رو مش في الحق العام زادة قضية متاع سارقة تاخذ عام ونص وعامين باش تتفصل ما زلت مطاول اه تبع ثول وثلاثة عندك فكرة مين وصلت مازالك يقاع معنتها ارسال الا الاستدعاء الثالث وطوا بش يرجع الملف للنيابة العمومية بش تاخذ قرارها في فتح بحث تحقيقي ولا في تعرف بعض ما تشير الابحاث الولية اللي باشرها بحث البداية يرجع الملف للنيابة لي هي تاخذ على اساس لبحاث هذهك قرارها بفتح معنتها تتبع على مستوى المحكمة ولا حفظ ولا ارجاع الملف انتي وقرار نيابة باي نتفينا مساعدة مستمعين سليم بوزري بايس الكسي كمال شنية حكاية البالبولي البالبولي اه تعرف فكل فترة اللي بعد فيها عن نادي الفريقي معنتها جات فترة خلاف بينه بين الهيئة حب يخرج حب يفسخ الهيئة معنتها اصرت على استرجاع فلوسها من بعد رجعه هو بعد ما عمل رسالة اعتذار تدرب اه لسوء الحظ انه لعب مباراة كان صدقني ربي المتلوي وصارت له اكا الاصابة في ظهره وذيك وانا حكيت مع الدكتور ترابلسي بيأكد لي انو الاصابة موجودة من وقتها معنتها كان ثم الحارس سيف الشرفي وكهو معنتها هذه هي الوضعين ترابلين ثم مقابلات رفض يبقى على البنك يجا نقول لك اه ارفض ليه اما تلبع فاقو رفض التحول مع الكلوب بالمصر مقابلة لسماعين لا 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 ما كانش مطروح الموضوع هذي يجا نقول لك صحيح صحيح تروا معنتها بش نكونوا واضحين صحيح لو انو معنتها تتقرأ على اساس انو رفض اما كي هو يمشي على اساس انو هو الحارس الرابع يقول له يقول لك انا لو اش ماشي معنتها خليني نقعة بترانا في تونس فقط ملاعبين محترف في قادتك جماعيتك تمسي تمسي شنوة موافقه موافقه لا مش موافقه وقت لي هو يطلب والادارة توفق له معاتش ته مرفض معاتش ته مرفض فاهمني معنتها ما هوش رفض مش قال منيش ماشي والادارة قتل ويمشي وقت لي هو يبدلو كاتريام اليلو كاتريام سوغلاليست معنتها مش بش يلعب ويطلب منك بكل لطفيه يقول لك ترخص لي في اني نقعة والادارة ترخص له باتفاق مع المدر معاش ناجم ونحكيه على رفض مازاي نكمل في الكروب ولا بش يوخش لا هذاك مازايجا نقول لك تحب ان نعطيك رأي الخاص فهمت انا بالنسبة ليانا خلافا لما يعتقده الكثير بالنسبة ليانا انتداب البلبولي هو انتداب من انجح الانتدابات علاش لانو البلبولي وهذا من خلال معرفتي بهم اللي كان في الليجون انسان رباح وحتى وقت ليولى في النجم الساحلي والوخيان في النجم الساحلي اللابور اللي يعطي فيه للجروب كبير صحيح في النادي الافريقي من اللول ممشاش لكن انا نتصور انو البلبولي كان يقعد ينجم يكون للجون للديفنسورات العاطف مع انتها ينجم البلبولي يكفي انك تقعد معاه وتحكي معاه وكالزوب عمتع خوفه من جماهير النجم اللي ما قبلتش انتقاله لنادي الافريقي نعتقد انها مشات وفاتت على روحها دونك البلبولي روكي تقعد معاه ينجم ينفع النادي الافريقي مش بالضرورة كحار ساسي ما ايش مفرق برجة قادرك عندك جوش حراس مع داكون في الميليو مع عاطف قتلك بورونك لزون كادري باهي السارير اللي يوخص فيها متاع واحد يبشي كادري معنا حراس لا ما اسمعتني ش قتلك قبليك قتلك لسارير كل السوران غيفيزي معنتها بشي واللي ثمه معنتها مراجعة قبليك احكيت لك قتلك رو القرار تخذ في مراجعة جميع الحوافز المالية معنتها يجي نقول لك تعطي للنادي يعطيك هذه المعادلة جديدة ايضا من قضاء الاخرين قضية عمر العبيدي قاعدين تتبعوا فيها ولا ايه قضية عمر العبيدي كان معاية تومي بن فرحات تيفوني جمعين فيت قال فاما انها باش تتحفظ القضية هذي وتام حتى مسؤولين امنيين انهم هما يسهموا في التسطر على المجرم الحقيقي البارح بركة فليل صاهر انا والتومي والقضية هذي هي قضية من انظار توساية قاضي التحقيق حتى من ناحية القانونية والعقلية مش ممكن انه نحكيه على قرار استباقي الوحيد اللي نجمي جاوبك هو الاستاذ تومي بن فرحات لانه هو اللي باشر الملف انا كمحامي الحاجة الوحيدة النجمي نقولها لك انه من نجموش نحكيه على حتى قرار مدام الملف مفتوح تومي عنده المعطيات مثلا يقول لك انهم رفضوا الحضور قداش من مرة انهم اعطاوا دي سرتيفيكة ميديكو الهيئة انت على كلوب شنية على الهيئة انت على كلوب قاعدة دعم الملف فكهوكم شفتو معناتها شناجم تعمل من ناحية القانونية من ناحية مشايرة فهمت من ناحية المالية وكان دعم تعاون التعاون المرحوم بك المبلغ المالي في حدود امكانياتها كتعرف تواه لب افريكان كل مليون يزيد فيها ومع ذلك دعمتها بما استطاعت بيه ما اسمع عنيش موقف الهيئة لأنه امر لا يعني الهيئة كيفيش؟ لا يعني الهيئة هو يقول له احنا بعثنا لك يقوله ما ما يعنيش الهيئة تراه الهيئة المديرة بيش جاوبهم بسيفة شنوة تراه؟ يحكيو على كلوب معنا اي اي واحد اي محبي اخي في قهوة زوز يحكيو عن نادي الافريقي يلزم الهيئة تصدر رأيها هم حكيوا امر معنطها ما ما يهمش الهيئة المديرة النادي الافريقي تا اتهامات متبادلة بيناتهم نتمناوا انها ما عادش تتوجد لأنهم في النهاية هم ابناء النادي لكن معنطها لهيئة المديرة ما عندها حتى رأي اذا امر يهمهم هما ما تماش سيفة تخلينا نحكي ومعنتها في امر يهمهم هما بيه في الانتخابات عليش صوت للقائمة اليونسي مش حمودية؟ لأنه يلزمك تختار وانا كي شفت الكريتير لقيت انه سيد عبد السلام اليونسي اصلح لقيادة الفريق في المرحلة المقبل ولو كانت تعاود الانتخابات نعاود ننتخب عبد السلام اليونسي وهذا يقلت وحتى اقبل منشد ناطق راسمير وغضو النجم نقولي معاش ناطق راسم نجيك الاحكاية قبلك اشبرناها شوية عمل دولة في الاستاتيوية متاع الفيسبوك قلت اتهامات اختلا تهمت بيوم مقبل الهيئة هذي اتهاماتهم حتى بالسامسير والتحايل لا مش حرفيا عندي عندي استاتيوية اي مش الهيئة مش الهيئة نحكي انا على كانت ترجع الاستاتيوية ما تلقاش حديث على الهيئة المديرة نحكي انا اسمعني يوم سبباط السبتمبر قلت هيئة مديرة متحايلة وعدتنا بالجنة لقينا الجاحيم في ما يتعلق فيما يتعلق بقفاية العالم واليونسي لا هذي طوق رأتش قلت وعدتنا بالجنة لقينا الجاحيم قلت هيئة مديرة متحايلة نحكي على الانتدابات لهنا التحايل هي صبغة معناتها صبغة هو تعبير مزاجي تعبير متى موحامية صحيح لا هنا لان وانا انتي انتي قاعدت وثبية طوي هنا ولا لا ولا ولا نجاوبك صدقا انا انا كان كل تركيزي تحب نقول لك انا علش ما 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 خدمتش وقتها علش ما خدمتش انا وقتها مع لها يا المدير لاني انا كنت رافض لتواجل مدير رياضي وكنت نعتبر انه بشي يفشل في النادي الافريقي دي جا قلت اليونسي قلت اليونسي والحيدوسي اي لاني اختار انا قلت هالو على خاطره هو اختار مدير رياضي فاشل فا قلت له انتي فاشل فهمت وهو كان يقبل اذا كان يضحك راوك هاو مش تحيلك هاو تعمتم بالخوار والتسامسير الخوار شنو معنتها الخوار الخوار هو اطبالبيس قلت عيتولي ورفضت كيشفت اليوم 15 سبتمبر هذا كيشفت الخوار والتسامسير متاع اليونسي وعيصابته قلت هز عيصابته كتير اي اي صحيح صحيح لانه انا كي نشوفه يدعم مدير رياضي وقتها بالنسبة لي انا اه انتي جبت وانتي تكيمة بالضبط على سليم الرياحي سليم الرياحي انا وقت يقولولي لنقولهم ليه هو مسؤول لاني انا اعتبر انه رئيس جماعية مسؤول كي جاب مدير رياضي قلت له انتي تتحمل مسؤولية مدير رياضي اللي جبته انهارت لي اقتنع ومشي على روحه المدير رياضي وحب يصلح قلت له مرحبا بالضبط كي ما اللي صار لي مع سليم الرياحي وقت لي قار راني بش نصلح قلت له راك انتي رئيس نادي الافريقي تصلح نحن معاك انا اللي يخدم نادي الافريقي معاه اللي نشوفه ضد نادي الافريقي يوم كليما قوي خواله والتامسير وعيصابه كمال بنخليلي فا با شانجي انتي كانت شوف الصحافي هاني تشوف الفنان البيرح انا هاني توا مسؤول يقول قايا البيرح كلمتوا بلهجة شديدة فمت انا انا اخويا اللي اكبر مني واللي هو حببني في النادي الافريقي وقت لي يسب النادي الافريقي وقت لي تخسر انت عارك انا وياه نعيط له سيدي لكن وقت لي سب النادي الافريقي ننسى لهو سيدي مثل انت جبت عامره على القضية انت ترودي عايصي شنوة من رفح القضية معناه شنية التهم تا كيف قانوني هو روه واش تعرف شقال هو مش عالك ثمانية ذي كميش تهمة فهمت لكن هو حكي على قال اذكروا موتاكم بخير وقال كلب ينبح على الطيارة وقال برشا الكلمة ذاك فيه اساءة وفيه معناة هذا دونك احنا كيفناه كثلاثة ولا ربع محامين تلمينا ونهار لاثنين سلطة ونعطيك نسخة مشكاية لو لانه روه ثم اتجاه هو معناته قبلية كنا قبل من جيكم كنت مع المحام يمتاعه وقات لي الى اي درجة هو متأسف ويحب يقدم اعتذار صريح انا سمعته البلح فيه انا كنت طبعا قال انا كنت مكفرته تربي كانو مستهزئ بنا بعد اذن المحام يمتاعه هاو نعطيك انا شنو معنتها سكوب كنت نحكي معاها لانه هي من اروع المحاميات وممتازة جدا قات لي هو يأكد انه وذيره على لسانه يأكد انه نعنش طلبه منه رقم ولا شنوه وكيدخل ما في بلوش كلمه ما كنعنيش شنكونو واضحينه وكيحكاة البارح فيه كان مربوث ولا خايف دونك اه قات لي انا كيبعثتو للاذاعة بعثتو على اساس بشي اعتذر القاتل انا بدي فوجأت كيحكاة معاه قالها منيش عارف والله غالب جيت هو توى يبدو انه يبدو حسب كلامها انه بشي كتبوه لوان تاكس متاع اعتذار وبشي قدم اعتذار صريح للنادي الافريقي بش تقبلوا عائلة النادي الافريقي ولا الامر يتجاوز كمال بن خليل نواصل معي استاتيومتاك المثيرين نسألش اي سألت اليونسي الفلوس اللي متعد دخل فيهم من الكلوب متعد تيكيات والبيعان في اما حساب بنكي بش تحطه تلميحات اختيرة ولا لا 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 هذاك دعوة ما ويجي نقولك فانا مش هاتا نقولك علاش في انا حساب بنكي بش تحطهم على خاطر الحساب البنكي معقول فمتا وقت اللي انا نسمع لما وقعش نصحه بالامر هذايا انا وكان نرمي فلاش فيق يا بشر وانا ومش الكلو تيهام معانتا تنجم انا في اطار تعرف ثم تقنية في القانون لساب الموفان معانتا تبريسك لابرسان معانتا تخطبها بلهجة بشتفيق كيما كل مدرب تتذكرش عبدالحق بن شيخة وقت لي شد زهير ذوادي وعطاها كف سين بوسا انا من ستيل نعطي كف اي وين حطه مطلع الفلوس طلعوا مشاوا في الديون طلعوا ما وصلوش للكونت جملة مشاوا للديون مازال نفسه موقفك منتلك عبدالعليم مازالهو نفسه مازالهو نفسه ما نغيرش موقفي سمحني نسلك انا سوال عاجبك مردود حراس نادي الافريقي اللي هما معانتها عالمستوى الفني ممتازين كيتاخذهم ممتازين هو اللعب سايف اي سايف عاجبك عنده زيت في البواء سايف وانا اللي لاحظته بصراحة ما يغلطش صحيح اما الكل اللي تتجي تدخل فانتهي مدرب الحراس مش قاعد يختم هذا يا رأي انا نقوله فمانية اللي قالتو ما نعرفش صدقا ما نعرفش لحد الان لانه اول حاجة عملها المدرب الجديد هو انه طلب اقالة المعدل البدني هذا يا اكيد من نهار الولان يطلب المعدل البدني متاعول الفرنساوي ولي باشر معاه واضح وطيش يبدأ بداية معاه بداية بداية معاه واضح اي اي اما بالنسبة لي انا ذاكا موقفي من مدرب الحراس لانه وقت شوفتا انا مختار نايلي كي كان يدرب في الحراس ولا عادل نفزي ولا بو بكر الزيتوني كي ما تاو موش كي ما تاو سانسير مو شرفي انا انا كي نبدأ نتفرج معانتها محترامي ويسمحني شرفي في الكلام هذا لما نبدأ مفجوع اك قلتها انتي تاو قلت برشا كوري دخلوله ومعانتها سهلين اللي دي تدخل ما يغلوتش صحيح مفهمش كالي قاق وواحد اما يقول مفهمش كل الاضافة متاع في الكلوب والا دونك وهو الى البوتانسيال باش يولي من صحيح مزال صغير لا وعنده وعنده لكاليتي باش يولي كبير برشا دونك ملقاش كون معاش كون يخت مم يخدم معه مدرد الحراص بين وصل معي يوم سبتمبر اعتبرت اليونسي فرعون وقلت انو مسئولية الفريق مشيت الناس غادروه وقت سلطانهم تقصد سليمريح اي فرعون معنا تخدم مع فرعون من يقلت لك ثم التعبير ثم التعبير قلت لك انا قبليك احكيت لك عليك الكف اللي تعطيه بورو بروسكي انا وقت لي جاب سوفيان الحدوسي وهاني بشو نكون واضح وصاريح حطيت في قرارة نفسي آليت على نفسي انو سيدة ذا يلزمو يخرج بالنادي الافريقي يخرج بتسليط ضغط كبير عليه لانو انا كنت انا نقولك حاجة انا في جرجيس في القروان في الجزائر حتى حد ما شكره روما عندي حد شي ضده لكن انا ليهمني النادي الافريقي بالنسبة لي انا وقتها المدير الرياضي غير ناجح وموش بشي جاب ينفع النادي الافريقي فكنت بالاستاتيوم تاعي ادفع الهيئة دفعا الى انها تغيروا في اقرب الاجئة ما تشوف هذا ليس سوين مصدقيا ترى كنت تقول لها للكلامة ذي سمسغل ومتحيل وفرعون وبعد تخدم معه ايجا نقول لك انا نخدم معه ولو اني قلت لك هنا انا مانيش مسؤول على فهم الناس انا نعرف اللي نعبر بتعبير مجازي لان وقت اللي نحكيه على فرعون فرعون شنوه هو هو تسلط في ال ايجا شنوه كحا ترى بغبية لا لا فرعون هو فكرة مش شخص رو هو فكرة ومتحيل فكرة زيادا بتبيعة وقت اللي انتي تحط نحكيه وقت اللي انتي مثلا انا نسمع اللي انتي بش تجيب ايكس ومن بعد نلقى ايجريك نقولك انتي بلغتنا مع انت تحيلت علي فهمت تحيلت علي مش في الفلوس احنا الناس نفهم والتحيل كان في الفلوس رو سليم سسمو عب سلام اليونسي رئيس النادي الافريقي تعرف قداش عاطي من مكتوبه رو موصل 6 مليار دوائد طورة بنجمشي يكون متحيل تحيل لكن وقت اللي طرف حياتي كبيرة لكن وقت اللي تعمل ايكس واحنا تفهمنا على ايجريك وقتها نتغشش ونقوله المصداقية المصداقية نحن نجيك على المصداقية انا جون ما عنديش ثم برشا يقولولي يلزم عندك يدين فلور ما نجمش انا اليوم انتي اليوم غلط نقول لك راك غلط هذا مش بالضرورة يقطع حبل التواصل اللي بيني وبينك ولهنا كانت تذكروا سليم الرياحي قبيليك في التقديم متاعي قلتوا اني وانا الحمد لله وقت هنا كروني كورفي بالمكشوف في 2012 دوب مش هسد سيد سليم الرياحي كنت تقريبا تقريبا اول واحد قال ليسليم الرياحي ما يحبش نادي الافريقي وعملت مقارنة بينه وبينه رئيس تراجي وقتها سليمشي ابو وتغشوا مني جماهير نادي الافريقي 2015 وقت ليسليم الرياحي تحجزت امواله ومنع من السفر وصاروا له قضايا الشيكات بدون رسيد انا شحتيت قدامي حتيت قدامي رئيس النادي الافريقي ما حتيتش سليم الرياحي في شخصي حتيت رئيس النادي الافريقي وقلت مستحيل بالنسبة لها كمحب نقبل انه رئيس النادي الافريقي يشد الحبس وهو رئيس النادي الافريقي فكي تصل بيا هاتفيا وقال لي يا خويا يزي من العرك ونقعد وكان ثم فكرة تفيدني باها قلت له مرحبا قلت له مرحبا مشيت قعدت معاه القيت اللي كلامك يا هذا في النفخاتي زمرا اخرجت وقلت له مرأة السيدة ذا لا ينفع العقار وفيما افساده الدهراني قعدت مع جولوي بروبوزي دي شوز من غدوة لقيت نفس الكليم مشيت على روح من تفعلت على فيسبوك سي كاميل تجب أن تمشل التاس في قضية المنع في الهدابات ولا صحيح لا اعملنا الاستناف الاستناف موجود اي اعملنا ايقاف تنفيذ رفض وعملنا الاستناف الاستناف ما زال ما نضروش فيه لكن الحظوظ الريحي اصبح فريق من ناحية القانونية منحرف الفيف ولينا عالنا سواب واضح بري ما عاش عالنا برسواق مزالوا تلافة تقاريق عالنا نبدأ لذو بري كمتاع نبدأ شوية الجو البداية مع لوكويز لوكويز عشرة اسئلة سي كاميل في ثلاثين ثانية تجوابني عيو مش كون احصل اللاعب في الكليوب تاو شاميخي احصل اللاعب تونسي مازالي ونشط طالي طوال بنعمر نحبه برشا احصل اللاعب تونسي قادر تشوف وينجح في الاحتراف اصرار في لاعب احصل اللاعب في تاريخ تونس طهر شيبي الله يرحم اقرب لاعب ليك زهير ذاودي شكون احصل مدرب تونسي تونسي فوزي البنزارتي ماتش ما تنسيش النادي الافريقي والتارجي رياضي تونسي وانا صغير ثلاثة بواحد لسعد العبدالي في دقيقة تسعين خرج جمهور نادي الافريقي لسعد العبدالي عدل وربحنا ثلاثة بواحد هدف ما تنسيش هدف فوزي صغير في المباراة هذهك من ترونت متر لانه هو اللي سجل هدف ضد مرمى واحنا خاسرين واحد بشي ومن بعد مركة هو لدوزيان بوت من ترونت سانك متر المرحوم كمال كري احصل اللاعب في العالم على الاطلاق بالنسبة لي انا اله الكورة هو في شيرة وبقية اللاعبين لكن طوا نقول لك ميسي احصل مديرك في العالم كنتيري لوكويس سي كامل ذكر المستمعين من نجمو يشاركو في الصنداج اللي بحطوط على اكس بخصة فامس بور هل اقنع كامل لا تقرسمي لنيت الافريقي به ربريك الجاية سي كامل هي ليكيبتيب تخطينا سي كامل تشكيلة تاريخية للكلوب تاريخية صادق ساسي علي ارتيم القوشي كامل شبلي مونير المطوي تار شيبي اكيد نجيب غميث اللي لعب في مونكو اللاعب بتاعنا المحترف سيتو لعب في مونكو والمحترف في تونسي احسن الخلسي من اللاعبين من المهاجمين الممتازين جدا الهادي البياري اعتقد انه هذو ما لحد مازال واحد نجم نقول لك اللي مع الاسف بشي تفاجق و بالجواب متاعي لهادي الدع الله غالب مع انت اخرج بجانب مسيرة اذاكا بالنسبة لي انا ملاعبي كبير برشا 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 كان تذي لكيب تيب لكيب تيب لاثور دو كمال بن خليل تخليهم بتاتر اذاك لطنط كمال بن خليل كلي كنت تقول فيه انتش بيه كل يوم راي انا لانت اليوم مع نادي الافريقي انا معاك غدوة ضد النادي الافريقي ما عنديش اصدقاء مع نادي الافريقي بين قليل كنت حب تضيف حاجة كمال فقط جمهور نادي الافريقي دعوة الانه يقف مع جمعيته الملاعبين ذو ما صحيح معانتها غلطه بك المباراة هذه لكن ما نعتقدش لهم حبوا يخسروا ثمانية بشيء غالب معانتها طوانتو ما فهموا المساج دزوا معاهم رانا معانتها احبابنا مكرهنا هذي هي اليكيب اللي بش نكملوا بها السيزن وبش نبدأوا بها السيزن جديد واضح حديك الصحة سي كمال بن خليل نحنا نتقابلوا لكيك العادة سبت الجاة في نفس طوقيت من زون ميكس مياربا حتى الخامسة بتاع عشية شكرا لعليا باشا في الاخراج نحنا كيما قلت لكم تقابلوا جمعة جاية جمال تحيات اسلام المتب